طيب نكمل على تكامل الاقترانات الدائرية أمامي الآن سؤالين في عندي تكامل تان تربيع x dx وفي عندي تكامل قوتان تربيع x dx هلأ فعليا أنا ما بقدر أكامل هذول بشكل مباشر لأنه ما عندي قاعدة رئيسية لتكامل تان تربيع أو دكامل قوتان تربيع وبالتالي بدي أستخدم فكرة المتطابقات متطابقة اتربيع المتطابقة لنا استخدم متطابقة اللي هي C كن تربيع X minus 1 شو بيصف في عندي بيصف عندي تكامل C كن تربيع X minus 1 C كن تربيع بارف اكامله وال one بارف اكامله تكامل C كن تربيع اللي هو تان وتكامل الواحد اللي هو X صح ولا لا نفسي الاشي للكوتان تربيع X استخدمت له المتطابقة اللي هي كو سي كن تربيع X minus 1 تمام صار عندي هذا الشكل صار عندي تكامل كوسي كان تربيع X-1 كوسي كان تربيع X بعرف أكامله اللي هو ماينس كوتان X ناقص 1 الواحد برضو بعرف أكامله صار ناقص X زائد C هاي هي فكرة كيف أكامل تان تربيع وتان تربيع تان تربيع وكوتان تربيع X اوكي تشوف كمان فكرة لو كانش عندي تكامل من هذا الشكل 1 على 1 زائد سين X او في عندي مثلا تكامل آخر اللي هو 1 على 1 ناقص كوسين 2 X هلا نشوف شو الفكرة الفكرة لما أشوف 1 زائد ناقص سين ايش جواتها تمام او سين ايش جواتها زائد ناقص 1 او بالنسبة للكوسين 1 زائد ناقص كوسين ايش او كوسين ايش زائد ناقص 1 وين هذول بشوفهم اذا شفتم بالمقام تمام بال مقام شو الفكرة ضرب بالمرافق الضرب بالمرافق تمام اذا فكرة هذا الاشي هو الضرب بالمرافق فباجي انا بحكي مثلا اول تكامل له كان تكامل 1 على 1 زائد سين ال اكس تمام دي اكس شو تكامله يساوي 1 على 1 زائد سين ال اكس بدي اضرب بالمرافق صح شو مرافقه لهو 1 ناقص سين ال اكس على 1 ناقص سين ال اكس تمام ضربت بالمرافق اوكي وتساوي تكامل 1 ضرب 1 ناقص سين بتصفي 1 ناقص سين ال اكس طيب لما اضرب 1 زائد سين اكس بالمرافق لهو 1 ناقص سين اكس رحي أعطيني الاول تربيع لهو 1 تربيع 1 ناقص سين تربيع ال اكس لهو وهي دي X صح ولا لا وتساوي هنكمل هون تساوي تكامل واحد ناقص صين X هايها واحد ناقص صين X على واحد ناقص صين تربيع اللي هي كوساين تربيع X دي X أخلنا الفكرة قبل هذا الفيديو إنه بوزع المقام صف عندي تساوي هاي تكامل واحد على كوساين تربيع X ناقص صين على كوساين تربيع X وهي دي X حكينا واحد على كوساين تربيع عشان أطلها لفوق مش كوساين قو سالة بثمين لا متطابقة اللي هي واحد على كوساين اللي هو سيكند فبتصير واحد على كوساين تربيع يعني سيكند تربيع صفت عندي تكامل سيكند تربيع X ناقص هذا اللي هو فيه فكرة ثانية كمان اللي هي ساين X على كوساين تربيع X شو فكرته فكرته أنه بدي أفك الكوساين تربيع يعني فعليا هاي صارت ساين X على كوساين X ضرب واحد على كوساين X صح؟ هاي هاي هي نفسها ساين على كوساين تربيع X بس ليش هيك عملتها حتى أقدر أستخدم أكثر ما يمكن من هذولا المتطابقات فصفت عندي صفت عندي صفت عندي ساين على كوساين اللي هي تان وواحد على كوساين اللي هي سيكند صح ولا لا فصف عندي تكامل سيكند تربيع X ناقص ساين على كوساين اللي هو تان دي أكس ضرب واحد على كوساين اللي هو سيكند X والكل دي أكس وتساوي خرص سيكند تربيع بارف أكامله تان X في سيكند X اللي ها قاعد وبارف أكاملها تكامل سيكند تربيع الهو تان X ناقص شو تكامل تان في سيكند اللي هو سيكند X بالأخير زائد C إذن هذا هو الجواب النهائي tan xz ناقص secant x زائد c هذا هو ناتج تكامل 1 على 1 زائد sin إذن الفكرة ضرب المرافق وطلع عندي هون كمان في فكرة جو الفكرة اللي هي تكامل sin على cos تربيع ممكن نكون العاكس cos على sin تربيع نفس الإشي لما تشوف التربيع تحت جزءه عشان تقدر تستخدم أكثر ما يمكن من المتطابقات نشوف سؤال تكامل 1 على ناقص cos to x ما رح أكمله للأخير بس شو الفكرة تعيته الفكرة نفس الإشي اللي هي تكامل 1 على 1 ناقص cos to x dx تمام شو تساوي تكامل بدأ أضربها من المرافق صح ولا لا 1 ناقص cos to x ضرب 1 زائد cos to x على 1 زائد cos to x وتساوي تكامل 1 في 1 زائد cos to x طبعا في dx هون سمحونا عليها 1 زائد cos to x على 1 ناقص cos في 1 زائد cos يعني 1 تربيع يعني 1 تربيع ناقص الثاني تربيع إذن cos تربيع 2x وهي دي x شو تساوي تكامل 1 زائد cos 2x هون الفكرة واسو ما رح أكمل إنه صار سهل 1 ناقص cos to x هي نفسها sin تربيع 2x يعني المتطابقة هاي لهي sin تربيع زائد cos تربيع x الأغلب خلص فكروا نلازم x و x شو ما يكون المهم نفس الإشي نفس المتطابقات الأخرى المهم يكون ما داخلهم نفس الإشي ويساوي 1 يعني sin تربيع مليون x زائد cos تربيع مليون x برضو يساوي 1 فنفس الإشي 1 ناقص cos تربيع 2x هي نفسها sin تربيع 2x وهي دي x ونفس الإشي بوزع المقام ويستخدم المتطابقات اللي احنا بنعرفها تمام كملونا الأخير السؤال بسيط خلينا نكمل هلا الأجزاء الثانية من التكامل